اشتركوا في القناة الى مطلب شعبي وفاء لما قلته عند اعلاني بالترشح حيث اذكر بانني قلت انني لا ابالي بالترشح السيد عبدالعزيز بوتفريقة لعهدة خامسة او لا ان قراري لخوض هذه المعركة وهذه الانتخابات تمليه قناعاتي بان هذا النظام فاسد ولا بد ان يزول حتى يتمكن الشعب الجزائري من فتحة صفحة جديدة في تاريخه وقلت بالحرف الواحد اثناء ندوة الصحفية الاولى اما انا اما السيستام واني اظل على هذا العهد اني ترشح بوتفريقة رغم كل ما فيه من خروقات للقانون وما يحمل من دلالات على التواطئ والتزوير ونكرال للقوانين والاعراف لا يشكل لي بالنسبة لي حاجزا لانني مقتنع بان الشعب ان اصر على كسر ظهر هذا النظام فانه باستطاعته ان يفعله مهما كانت عبقرية هذا النظام في التزييف والعبث برأي الشعب ان قناعتي ان الوقت قد حان وان ساعة التغيير الذي كثيرا ما انتظرها الشعب قد حانت وان الشعب سيقول كلمته حب من حب وكره من كره اني منذ البداية قلت انني لا انتمي لأي حزب كان ولأي جهة كانت ولأي زمرة كانت فالى الشعب وجهت خطابي وطلبت منه ان يساندني فرده فاق كل ما كنت انتظره منه واحسن دليل على ذلك رد الفعل الجماهري وما فعله هذا الشعب عندما طلبت منه ان يساندني في ملء الاستمارات فتجاوب معي فلن يكون مشكور منطقي ليس منطق الاجهزة ولعب الكواليس والمصلحة الشخصية اني في منطق التضحية بالنفس قبل النفيس ان منطقي هو منطق ثوري محر ذلك المنطق وتلك الروح التي تحلى بها منفجره ثورة نوفمبر المجيدة ونظرا لكل هذه المعطيات فاني لم استجب الى نداء الانسحات من الانتخابات فاني عازم ومسر لخوض هذه المعركة من اجل تغيير حالة البلاد والعباد من اجل القطيعة من اجل ارساء قواعد الجمهورية الثانية ان ثقافتي ليس ثقافة الانسحاب ومغادرة السفينة عندما تلوح بوادر الغرق اغتنم الفرصة ليقول للشعب ان المعارك التي تخسر هي تلك المعارك التي لا تخاض فمعركة التغيير قد بدأت وبوادر الفوز بها تلوح ان كان الشعب مصمم على خوضها فالنصر لا محالة سيكون حليفه يا ايها الشعب ان التهديدات التي تروج لها بعض الجهات لا جدوة لها وان المراد منها تفويت الفرصة لكي يتسنى لمن كانوا وراء العهدة الرابعة ان يكملوا مسارهم تحت ظل رئيس مريض وان يتصرفوا وكأنهم اوصي على هذا الوطن ويجدر الذكر ان اوصي الشعب ان يتفطن بان الافراد لا تمثل حتما رأي المؤسسات وان الشعب هو مصدر الشرعية لكل مسؤول في اي مؤسسة كانت وان الجميع في خدمة الام يا ايها الشعب ان قرارك هو القرار الصحيح وان قوتك لا يمكن ان يتحداها احد فقد اختلسوا منك سيادتك وحان وقت السرجاعها فالعهد المقبل هو عهدك فكن في الموعد لقد اخلطت الاوراق لأولئك الذين راهنوا على زرع الفوضى والشغب في تظاهراتك السلمية وبهذا اغلقت لهم باب كل مبرر لمنعك من التعبير عن رأيك فابقى مسالما متحضرا لقد اعطيت العالم درسا لم يفهمه سواء المتعنتون بالحكم واصحاب القرار فلا تفشل فانهم سيسقطون اما فيما يخصني فاني على ما وعدتك به يا ايها الشعب باقي والى جانبك سابقى واقفا مهما كلفني ذلك واعدك بانني لا كل ما تقرره مستجيب انك صاحب القرار واني لقرارك لمحترم والله على ما اقوله شهيد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمة الله تعالى وبركاته